بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا لهذا اليوم هو التقديم والتأخير ولازمنا في حالات الوجوب والجواز اليوم نأخذ حالة أخرى من الجواز هي المبتدأ معرفة فتعالوا معي أعزائي الطلبة المبتدأ معرفة يكون التقديم جوازا وكما تعلمون أن المعارف هي اسم العلم أسماء حضراتكم الاسم المعرف في أل أسماء الإشارة الضمائر أسماء الموصولة والمعرف في الإضافة فتعالوا معي نلاحظ أين المعرفة وكيف يكون التقديم بسم الله الرحمن الرحيم لله الأمر من قبل ومن بعده هذا هو التقديم لله لو نفترض لدينا حل كما تعلمنا استخرج التقديم مبين نوعه وحكمه ثم ذاكرا سبب لاحظ رح نكتب المتقدم أو التقديم هذا التقديم نكتب نوعه نوعه حكمه هنا نذكر السبب هكذا تعلمنا في المحاضرات السابقة أين التقديم اللام حرف جر ولفظ جالة اسم مجهور والشبه جملة خبر مقدم إذن عندما يسأل أين التقديم نقول لله هذا هو المتقدم النوع هي جملة اسمية كما تعلمنا وراء بعدها بعد الشبه جملة أكون اسم معرف في أل إذن نقول نوعه هو خبر مقدم خبر مقدم لأن أصل الكلام الأمر لله حكمه جوازا لأن المبتدأ معرفة كما قلنا إذن حكمه يكون جوازا لماذا جوازا نقول لأن المبتدأ معرفة أن المبتدأ عندما يكون معرفة يكون التقديم جوازا نأخذ الآية الأخرى بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتيح الغيبي لاحظ التقديم أين التقديم عنده هنا أنا أيضا لابد من توضيح للتذكير ليس إلا نقول عند الطالبي لاحظ هاي شبه جملة ظرفية عندي هذه أيضا شبه جملة عندها عندك عند ظرفه مضاف الطالبي مضاف إليه عند ظرفه مضاف إليه وهكذا ها مضاف إليه الكاف مضاف إليه هذه كلها أشباه جمل متكونة من جمل ظرفية يعني شبه جملة إذن عنده شبه جملة مفاتيح الغيبي هنا معرفة هنا لابد من توضيح الشبه جملة افتهمناها إنه ظرفية الخبر هنا معرفة كان هنا أنا معرف فيه هنا أنا معرف بالإضافة لابد من توضيح آخر للمبتدع نحن نعلم إنه عندما نقول قلم هذا نكرة الشجرة هذا نكرة كتاب هذا نكرة صح أو لا أما عندما نقول مثلا القلم أصبح معرفة نقول قلمي معرفة قلمك معرفة قلمه معرفة هذا درسناه في الاستفهام كثيرا ركزنا عليه والآن احتاجيناه مثلا قلمنا معرفة وضحات إذن أي اسم أعرف بأي يصير معرفة إذا كان اسم نكرة والاسم النكرة عندما أضيف لأحد الضمائر أيضا يصبح معرفة الحالة الأخرى المهمة اللي إحنا فيه صددها نقول قلم الطالبي لاحظ هناك هذا بالاستفهام هواية كثيرا تناول نكرة زائد معرفة عزيزي الطالب لا تنسى دائما وأبدا معرفة أقول قلم نكرة الطالب معرفة نكرة زائد معرفة يساوي معرفة من أقول فلاح الحقلي نكرة زائد معرفة معرفة مهندس المشروع نكرة زائد معرفة معرفة وهكذا إذن المعارف هنا عندما نتكلم الاسم النكرة كيفية التعامل معه نضيف لأل التعريف نضيف لأل ضمير النكرة نفسها نضيف لها اسم معرفة لاحظ هناك مفاتح الغيبي قلم الطالبي مفاتح نكرة مفاتح الغيبي مفاتح نكرة والغيبي معرفة إذن هذا كل معرفة إذن التقديم أين التقديم عنده هذا التقديم حكم نوعا خبر مقدم حكم جوازا لأن المبتدأ معرفة لاحظت هنا المعرفة كان اسم معرف هنا معرف بالإضافة لاحظ الثاني الثالث الرقم الثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا لاحظ التقديم أين التقديم من الناس من يعجبك هنا جاء المبتدأ معرفة اللي هو اسم الموصول عزيزي الطالب أنت تعرف أسماء الموصول اللي متداولة كثيرا وكما تعلمتم الذي والتي الذين وعندي إلى آخر وعندي من مهمة جدا من وعندي ما هذا اسم موصول هذا تعلمناه بالنفي المن والما عندما أستبدلها بالذي ويستقيم المعنى فهي اسم موصول خلينا نطبق ومن الناس من الذي ومن الناس الذي يعجبك قوله في الحياة الدنيا استقام المعنى فإذن هذا اسم موصول الاسم الموصول هو أيضا من المعارف اللي هو من هنا اسم موصول معرفة إذن هذا التقديم ومن الناس هذا التقديم أصبح جوازا لأن المبتدأ معرفة أما اللي يأتي بعده اسم الموصول هو تسمى صلة الموصول هذه صلة الموصول لا محلة لها من العراب احتمال اليوم يعني نفصل به الحديث أكثر إذن اسم الموصول يأتي بعده صلة هذه لا محلة لها من العراب نأخذ الآية الأخرى بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات والأرض لله هي الشبه جملة لله هي الشبه جملة ما لله الذي في السماوات والأرض لاحظ لاحظ عزيز طالب إنه في السماوات هي صلة الموصول نقول هذا التقديم هو اللي خبر مقدم حكم جوازا لأن المبتدأ معرفة لاحظ المعارف اسم معرف في أل هنا جاء معرف في الإضافة هنا اسم موصول من هنا اسم موصول ما وهكذا يتنوع تتنوع الضمار نأخذ معرفة اللي ضمير ما أخذنا الضمير نستذكر آية على سبيل مثال نقول بسم الله الرحمن الرحيم دعونا نطيع رقم خمسة قال تعالى سلام سلام هي حتى مطلع الفجر لاحظ أين التقديم التقديم هو سلام هي أصلها سلام هي هي سلام أصل الكلام هي سلام لأن المبتدى معرفة هي من الضمار بمعنى هنا توضيح نقول هو طالب مبتدى خبر أقول هي طالبة مبتدى خبر لاحظ أنتم طلاب مبتدى مبتدى وخبر إذا نقول طالب هو يتقدم طالبة هي طلاب أنتم هنا أيضا نفس الشيء إذن هنا المتقدم سلام خبر مقدم حكم نوع خبر مقدم حكم وجواز لماذا لأن المبتدى معرفة الآن استوعبنا المعرفة وهناك طائفة أخرى أيضا لتقوية وتعزيز المعنى بعد الفاصل نأخذ مثال آخر طائفة من الأمثلة نأخذ طائفة من الأمثلة نأخذ راحل نأخذ سؤال واحد راحل راحل أنت راحل أنت والأيام والأيام تزول ومضر بك البقاء الطويل لحظ راحل أنت ولا أيام تزول ومضر بك البقاء الطويل استخرج المتقدم مبين نوعه وحكمه ثم ذاكرا السبب فتعال معي نقول التقديم التقديم نوعه حكمه هنا السبب راحل راحل أنت أص الكلام أنت راحل إذن ولا التقديم راحل شنو نوع خبر مقدم حكم جوازا لماذا السبب الدليل لأن المبتد معرفة لاحظ أكو تقديم آخر إذا كان أكثر من تقديم الرقم الجواب معنا راحل أنت والأيام تزول هذه جملة والأيام تزول مبتدأ والجملة الفعلية خبر مبتدأ خبر إذن ما أكو تقديم هنا خبر مقدم مبتدأ مؤخر لاحظ ومضر بك البقاء الطويل أول شيء البقاء الطويل ما أحتاجها لأن هو الصفل هذه هنا عندي تعليق عندما نقول الطالب في الصف ناجح لاحظ إذا عندي شبه جملة وعندي اسم نكرة الاسم النكرة هو ليتمم المعنى ومضر اسم نكرة بك البحر الفجر والكاف اسم مجهور من أقول بك هاي شبه جملة من أقول منك هذه شبه جملة وضحات البحر الفجر والكاف اسم مجهور فيك أيضا شبه جملة إذن عندي شبه جملة في الصف بك مضر ناجح يعني بمعنى آخر بهالترتيب يكون نستطيع أن نقول الطالب ناجح في الصف لاحظ هنا الاسم النكر يكون أقوى من الشبه جملة إذن أين المتقدم هو مضر إذن أقول مضر هو المتقدم خبر مقدم جوازا لأن المبتد معرفة البقاء معرفة وكما وعدناكم في التحضير والواجب البيتي الآن نطيكم بيت شعر واجب بيتي وبي مما مما رمتك به الليالي جراحات لها في القلب لها في القلب عمق لاحظ السؤال وبي مما رمتك به الليالي جراحات لها في القلب عمق اجعل اجعل التقديم الثاني جائزا ثم ثم ذاكرا ذاكرا السبب هناك لاحظ فهم السؤال جدا مهم عندما نقول اجعل التقديم الثاني اذا هناك اكثر من تقديم اذاك تقديم اول او ثاني واحتمال ثالث واحتمال رابع الله اعلم اذا السؤال اجعل التقديم الثاني جائزا اذا التقديم الثاني تركز عليه من اقول جائزا اذا كان احتمال واجب وهذا اكيد واجب لاننا نقول جائزا ثم ذاكرا السبب هذا هو التحضير اليومي احنا في المحاضرة اللي جاية ان شاء الله راح نحل هذا السؤال مباشرة اعزائي الطلبة لا نقول وداعا بل نقول الى اللقاء ترقبون في درس اخر وحلقة اخرى الى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته